السلام عليكم الأرصاد تكشف حالة التقس اليوم الاثنين وموعد انخفاض درجات الحرارة استعد للقادم كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة التقس المتوقعة على كفة الأنحاء ويسود تقس حر رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار ومائلة للحرارة رطبة على أغلب الأنحاء معتدلة الحرارة رطبة على السواحل الشمالية خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر وكشفت الأرصاد الجوية عن موعد تحسن حالة التقس بداية من الأربعاء القادم حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تصل إلى ثلاث درجات مئوية تفاصيل حالة التقس التقس اليوم تنشط فيه الرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد توقعت خرائط التقس سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وأن تكون خفيفة إلى متوسطة على محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة حالة البحرين بالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى واحد 75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية أما البحر الأحمر فمن المتوقع أن تكون حالته ما بين خفيفة إلى معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية متوسط النسبة الرطوبة خلال الفترة كالآتي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80-85 عظمي 35-40 صغري السواحل الشمالية 90-95 عظمي 50-55 صغري شمال الصعيد 55-60 عظمي 20-30 صغري جنوب الصعيد 30-40 عظمي 15-20 صغري درجات الحرارة اليوم القاهرة 35-26 أكتوبر 36-25 بنها 35-25 دمانهور 34-35 ودأ للنطر 33-25 كفر الشيخ 33-24 المنصورة 34-25 الزقزيق 35-25 شبين 35-25 35-25 دمياط 32-37 بورسعيد 32-27 الإسماعيلية 36-24 السويس 36-25 العريش 33-24 رفح 32-23 رأس السدر 37-27 نخل 34-18 كاترين 36 طور 35-28 طابة 33-26 شرم الشيخ 39-29 الإسكندرية 32-34 العالمين 32-33 مطروح 31-34 سلوم 32-34 سيوة 39-25 رأس غارب 39-29 الغردق 39-29 سفاجا 38-28 مرسع علم 39-30 30-30 شلاتين 39-31 35-35 35-30 أبورمات 38-31 رأس حضربة 35-30 ألف يوم 37-25 بني سويف 37-25 المينيا 39-35 أسيوط 39-35 سوهاج 47-قنا 43-28 الأقصر 43-29 أسوان 43-29 الوادي الجديد 42-48 أبو سمبل 43-29 لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد ترجمة نانسي قنقر